اهلا بحضراتكم في كل مكان ومستمرين معاكم في مهرجان العالمين في نسخة الأولى وحفلات كبيرة ومستمرة على مدار أيام المهرجان وأنا النهاردة مع أمير الأحزان والصوت المليان شجن وفن كبير جدا جدا النجم تامر عشور هو لسه مخلص الحفلة وإحنا مبسوطين وسعداء إن إحنا موجودين معاك بعد الحفلة في العالمين وماشاء الله الحفلة من أول ما اتعلن عنها رغم أن اتعلن عنها في وقت ما هواش كبير اه دي حقيقة طبعا بشكرك جدا على التقديم الحلوة والحفلة دي كانت من أهم الحفلات ليا الحقيقة في الفترة دي كنت بجهز لها كتير جدا وعملين بروفات كتير جدا آه يعني أعلنوا عنها قبلها بفترة أو ليلة ولكن موضوع السلده أو الده يعني بصراحة دايما بيبسطني ويعني اتبسطت كمان النهاردة جدا مع الجمهور في تفاعلهم وحفظهم للأغاني لا بس ده مش جديد على تامر عشور يعني احنا مؤخرا بينا بنشوف كمان حفلات في الوطن العربي بشكل كبير الناس حفلة حفظة الأغاني بتردد الأغاني القديم والجديد طبعا أنا يعني ده أكيد بيحصل بس أنا فرحت قوي يعني لما يبقى فيه في مصر المهرجان كبير ضخم زي ده وعدد الجمهور كبير جدا وبعدين كلهم يعني موروهمش حاجة خلاص احنا جايين السحل بقى نقضي الفترة دي لأ بجد اتبسطته وكانوا يومين أصلا في الساحل يعني بسطوني وأجواء الحفلة والتحضيرات العيزة أعرض عمعك لأجواء الحفلة وأول موصلة العلمين وشايف المدينة ازاي اتغيرت وشايف وجود النوع ده من المهرجانات الفنية ازاي ممكن يضيف لمدينة سياحية جديدة زي العلمين العلمين والساحل عموما هو أصلا دايما في الشهور دي بيبقى الأجواء بتاعته حلوة أول المهرجان ضف لمسة يعني فنية كده حلوة للساحل وبعدين اختلاف الثقافات في كل الأحداث اللي بتحصل المهرجان العالمين مش بس الغنى في مصرح وفي فنون شعبية وفي حاجات كتير قوي حتى أنا قوي ويعني كزا إيه يا كمان للمهرجان طيب الماتشات اللي كانت بتحصل ونجوم الجيل الدهبي طبعا تبقى ماتشات نجوم الجيل الدهبي متعب والسقر طبعا واتبسط جدا كان فيه كمان فعليات تانية كتير كل يوم في حاجات مختلفة وكل يوم فيه أغاني برضو حتى لو مش على المصرح الإيرينا بيبقى فيه في حتة تانية هنا فالحقيقة اختلاف كمان الجنسيات اللي بتيجي تغنيه ده بيخلي السياحة بشكل أكبر على الساحل الشمالي أكتر كمان من الأول مع أنه هو أصلاً قريدي ملياني يعني طيب ده اللي يضيفه المهرجان لمدينة العالمين المهرجان إزاي يخدم السوق الموسيقي ويفرق أنه إحنا نكون عندنا مهرجانات بحجم مهرجان العالمين تستضيف كل نجوم العالم الحقيقة هو المهرجان لا يقل يعني في التنظيم ولا في الأعدادات عن أي مهرجان تاني بيحصل والأهم من كده والمفروض ده المهرجان ده يستمر مش المفروض أنه هو يبقى في شهر الساحل بس يعني أو شهرين الساحل المفروض يستمر ويستمر في محافظات تانية ويكون برضو بنفس الكواليتي يعني ما يبقاش الكواليتي بتاعته تقل حفاظاً على الإمج بتاعت المهرجانات خلاص اللي هتبدأ تقوم في مصر يعني دي حاجة بصراحة فرحتني جداً وأصلاً بالنسبة للفنان مقابلة الجمهور دي حاجة كبيرة إيه ملامح الجودة اللي انت شفتها في مهرجان العالمين هل انت قصدك استعدادات ستيج كواليس الحفلة بتبقى عاملة إزاي لأنه أعتقد أنه كل فنان بيبقى عنده طلبات معينة في شكل الاستعدادات بتاعته قبل الحفلة نهاية هي مفيش يعني مفيش أي حاجة الطلبة ما كانتش موجودة يعني كل اللي طلبناه مجاش كل اللي طلبناه كان موجود من سواء أي شيء يخص الستيج أو يخص التنظيم أو يخص الصوت الحاجات التكنيكال كمان كلها موجودة وموجودة بشكل متوفر وموجود ريزيرف كمان لو حصل حاجة لأي حاجة الفيرة موسيقية النهاردة راحت في وقت برحتها جدا عملت شيك ساوند وأنا جيت من مبارح والاستقبال رائع جدا بجد فيه فرق كبير جدا يعني حاسس بفرق كبير واللي أتمنى فعلا أن المهرجانات تستمر يعني طيب أحكيلي بقى عن كواليس الحفلة إيه اللي حصل وإيه المفاجأات اللي كانت مع الجمهور وإنت كنت مرتب إزاي للأغاني لأنه لما نيجي نقول تامر عشور إحنا مش عارفين نبتدي بالجديد ويمتدي بالقديم وإحنا ما شاء الله بقى إليك 15 سنة تقريبا متصدر السوق بأغاني لو أنت مش فيها مطرب أنت فيها ملحن فيعني ما شاء الله الله هو أكبر يعني عمل شغل كبير جدا فالناس بتبقى مستنيها منك عايز رايح اسمع تامر عشور عايز اسمع كل حاجة والله أنا بقى عندي الإحساس ده برضو أنهم عايزين اسمعوا أغاني كتير والوقت مش بكافي يعني فعشان كده بطل إن أنا عامل ميدليس بقى يعني عامل بنحبها قوي أو ميدلي أعمل فيه خمس ستة أغاني وميدلي تاني أعمل خمس أغاني بحس أن أنا يعني ألميت باللي هم عايزين يسمعوا أكبر مفاجأة في الحافلة بصراحية الجمهور اتبسطت جدا من تفاعلهم واتبسطت جدا من حفظهم للأغاني ده مش جديد عليهم بس بجد يعني من أول ما طلعت لحد ما نزلت هم بيغنوا معي أو متفعالين معي فأكتر ميدلي كنت حاسس أن عليها تفاعل أو أكتر أغانية نتقنت يعني آآ مقطع شرانها لما بتسمعها إنت عارفة إنت عارفة الحاجات الحزينة والحاجات الدراما هي السمة الأساسية للبرو جرام ليه بقى؟ ليه الموضوع كده؟ مع أن أنت بقيت مؤخرا يعني تيجي نتراهن؟ لا مزيكة عالية وأغنية لذيذة وبردو الناس حبيتها الحقيقة بحاول أن أنا حتى عامل update في المزيكة نفسها يعني لازم أواكب update في المزيكة علشان حتى لو الأغنية دراما لازم يقف في تجديد في المزيكة تجديد في حتى مواضيع الكلام نفسها بس الدراما عامل مشترك طبعا ده لازم أساسي هو ده line ده بتاعي يعني أنا أعتقد أن لو حتى يعني حتى حتى حاول يعمل ده هو مش هيطلع معي يعني ربنا يوفق الجميع بس أنا مش عارف هو ربنا إيه يعني هو line أنا بحبه وشايف أن هو مادة يقدر تقدر تطلع منها materials كتير جدا تقدر تعمل أغاني مختلفة وأشكال مختلفة فهو ده اللي أنا line بتاعي في الحفلات بيبان بقى التفاعل والجمهور طيب تكلمت عن المزيكة وأنك اخترت ألوان جديدة من المزيكة وده أعتقد كلنا حاسينه في الأغاني الجديدة ده بسبب تغيير الزوق العام ولا تغيير السوق الموسيقي وأنه الفنان عشان يكون مستمر ومتجدد لازم كمان يكون يعني متجدد وشايف اللي بيحصل حواليه في السوق يعني أكيد طبعا يعني أنت كل فترة لازم مش كل فترة دايما الفنان بيبقى بيسمع حاجات كتير يسمع حاجات برة حاجات اللي بينزل هنا في مصر وفي الدول العربية بيكون لك مخزون بقى من الموسيقى في دماغك بتبقى أنت لوحدك حاسس زوءك حاسس أن أنت يعني هتعمل الأبديت بتاعك في التراكات الجاية هتعمله إزاي هتقدم المزيكة بتاعتك عاملة إزاي بناء على حفلاتك اللي عملتها وتفعل الجمهور معك تحاول أنت تقدم لهم الجديد وخلاص بتبقى أنت حسيت الجمهور فأهم حاجة طبعا أنك تسمع كتير وأنك تعمل أبديت للي بتقدمه تبقى من عشور بيسمع إيه بقى يعني أنت في عربيتك كده لو أنت الصبح تسمع إيه لو أنت من الله تسمع إيه تفتكري بأسمع إيه تفتكري بأسمع إيه تفتكري بأسمع إيه طيب قادل نجمة الدراما برضو عشان كده عندك مغزون ما شاء الله هو موضوع أمير الأحزن ده بيزعلك ولا وصوت الشجن والألقاب اللي الجمهور بيقولها دي أخبره إيه معك؟ لا الألقاب دي أولا أنا مش بحب الألقاب يعني اسم تامر وبحب اللي بكونه من فن ينسب لإسم تامر مش لأي حاجة تانية حتة الدراما أو أن أنا كن بزعل منها لا مستحيل طبعا هو اللاين أنا بقدمه يعني أنا بحبه وبقدمه مستمر فيه ومش هاسبكه ده لسه في مزيد من الدراما ده إحنا في الصيف حتى لا ما بتفرقش على فكرة يعني زمان كان يقولك إحنا عايزين ننزل أو نعمل حفلات الصيف وبيبقى دايما الريبرتوار حتى بتاع الفنانين كله أغانيها فرحانة بهجة يعني هو الصيف مرتبط بالبهجة يا تامر بالزبط هو الصيف مرتبط بالبهجة بس أنا اللي هي طبع خاص ومش عايز أعمل زي ما كل الناس بتعمل لا أنا شايفها مؤخرا إنك مدخل البهجة في الموسيقى لكن الدراما موجودة عادي في الكلام أه طبعا دي حقيقة حتى ده من زمان على فكرة يعني التاسلا مثلا هي في الحقيقة كلامها دراما يعني روح يلا لعب غيرها وشكرا وكده ومجيش تاني بس المزيكة بتاعتها يعني مرقصة شوية حاجات كتير افترقنا يعني الموسيقى بتاعتها شوية هات وحاشنا الكلام بتاعها دراما أشوان بس المزيكة عالية بس المزيكة فيها نوع من أنواع هو ده يعني اللي بكلم عليه من ناحة المزيكة إنه يبقى فيه فرايتي في اللي بتقدمه كمزيكة بس بدون ما تفقد اللون بتاعك يعني طيب انت في الألبوم الأخير ما لحنتش كل الأغنية ولا أغنية احكيني شوية بقى ما لحنتش ولا أغنية واللي قبله على فكرة لحنت أغنيتين بس موضوع الألحن ده نسبي قوي أصلهم وأنا بحب ألحن يعني لنفسي ولدماغي فلما بيطلع معي لحن حلو ببقى عايز بمنطقة الحيادية أشوفه ممكن إليه على مين لو بيليق عليها أخده لو مش هليق عليها ممكن أديه لحد فطبعا فيه ألحان عملتها في الفترة اللي فاتت يعني أنغام يا ريتك فاهمني ولوحبهتها وفيه لقليسة إن شاء الله كمان في الألبوم اللي جاي كانت كل دي ألحان أنا عملتها من قلبي كده ليهم يعني ما بيجيش الفرصة إن أنا أعمل لحن يليق علي دي خلاص ما ببقاش مصر أو إن أنا أعمل لحن في ألحان كتير إنت عملتها ولما سمعنا الأغاني بصوتك ارتبطنا بيها والناس بتارت على السوشيال ميديا تسمعها بصوتك ونقولها هو إزاي ما بيغنيش الأغاني دي وبيديها للناس أيوة دي حقيقة المدلي كمان اللي معمول اللي فيه الله أعلم وحكايتي معاك وخلتنا خاف وقلبك حول الله ومن العشم ويريتك فاهمني كل دي ألحان أنا لحنتها وفي نفس الوقت بغنيتها للناس ومقدرش طبعا أغني الأغانية كاملة لأن الوقت لا يسمح فبرضو بعملت المدليهات دي بناء على يعني المدليهات دي مدات الألحان فقط في مدلي تاني ممكن أكون أنا من أغانية ومشترتي كون ألحاني فالألحان دي بصراحة حاجة مهمة جدا في حياتي أنا كتامر شخصيا بايدا عن تامر اللي بيغني تماما لو لاقت علي حاجة باخد ما بلاقيتش ما ببصرش يعني التو ألبوم زي الأخير الأخرانين أنت محستش أنه في لحن منهم أنت عايز يكون بتاع إلا أغنيت في بالي مثلا في الألبوم القبل تيجي نتراها نقولوله سماح ودي كنت أنا لحنتها ويعني الحاجات اللي بتليق عليها باخدها لو أنا ملحنها مش بتليق خلاص وده تعتبره تغيير في المسيرة بتاعتك مؤخرة؟ لا أنا من زمان على فكرة يعني ألبوم حد بيحب أنا كنت ملحن فيه ثلاث أغاني آآ الألبوم اللي هي نظرة كنت ملحن فيه تقريباً ملأ هو عشان كانت نشر أغنية كنت ملحن فيه ستة بعد كده عشت معك حكايات لحنت عشت معك حكايات وكتبتها وكانت جيت على كرامتي بعد كده قللت بقى الموضوع قل شوية وإنت إيه الأقرب لقلبك؟ أنا عارفة أن السؤال ده دايماً بيبقى يعني كليشي أو صعب أو كده بتحب إنت تغني أكتر ولا إنت بتستمتع بالألحان أكتر؟ إنه إنت وإنت بتتكلم عن الألحان يعني أحافظ كل لحن لكم وبسوط فيكم بان في عناية كنت بتتكلم على كل أغنية قد إيه بتحب اللحن؟ أصلي الملحن عموماً يعني المطرب بيغني الحاجات اللي بتتقدم له سواء لحن أو كلام أو توزيع وبيعتمد دايماً على حرفة صوته على خامة صوته على حضوره على الستيج وعلى حاجات ممكن يجيأت ياخدها بالتدريب ممكن لما يطلع على الستيج بعد سنة ما يبقاش هو هو نفس المستوى بتاعه بعد سنتين فيها تدريب لكن الألحان أو الموهبة وإنك تكريت حاجة في وقت من لشيء دي أنا بعتبرها أن هي دي يعني الموهبة الحقيقية يعني طيب بيبقى عندك شروط معينة أو حاجة أفكار معينة حضرتها وإنت بتعمل اللحن حتديله غني مين؟ يعني لأنه اللحن ده أنا بحس أنه هو بيبقى ابنك الصغير حتوى تديل مين؟ لا الحقيقة ما يعني ما بيجيليش خالص حتى كنت عامل الانترفيو قبل كده تسألت أنت كنت عامل اللحن ده الفنان كذا قلت له لأ قلت له لأ حتى أنا ما أقدرش ما بعرفش أشتغل بطريقة إحنا عايزين لحن الفلان أو عايزين لحن الفلان خلاص الموهبة بتقف هنا لكن طول ما أنا ما بعملش حاجة لفلان لأ لما فلان يجي أخدها هيأخدها بشكل جديد مش هتبقى شكله مش عايزة أعمل له حاجة شكله فأنا بحب الألحان علشان هي فعلا يعني ليه فيها فيها سنة إيه مروغة كده فنية طيب دلوقتي الناس كتير تقولك السوق مش بتاع ألبومز السوق بتاع سنجل تنزل تكسر الدنيا ونستنى وسنجل كمان تامينا عشور شايف إيه وأنا ما شاء الله يعني شايف أنه تيجي نتراهن كألبوم كسر الدنيا الناس يعني هو الموضوع ده مش موضوع ناس أكتر ما موضوع فنانين بحس إن الفنان بيبقى عايز ينزل أغنية واحدة علشان تاخد فرصتها على المنصات وما يبقاش جنبها أغاني تاني تاخد من مشاهدتها أنا بشوف إن ده بصراحة سلاحزوا حدين يعني بيقلل من المكتبة بتاعتها كفنان وفي نفس الوقت ما فيش حاجة اسمها أنت يعني لما تنجح هتنجح نازلوا 6 ألف أغانية هتنجح فارتباطي بالألبوم أو إن أنا نزل مجموعة أغاني وراء بعض ده بيبقى ارتباط وفيق جدا لدرجة إن أنا ما بنتظرش مشاهدات في أول الموضوع يعني أستنى سنة ودلوقتي خش شوفه يعني لازم يحصل ألبومات لازم بفيه جمية أغاني كبيرة والمشاهدات هتيجي هتيجي بس لازم تاخد الوقت بتاعها الطبيعي ده ببعشر أغاني أو اتناشر أغنية شايف إيه المقاومات اللي بتخلي الأغنية تبوم في نفس الوقت أو إنها كمان تفضل مستمرة يعني في أغاني بتفضل ترند وقت كبير جدا جدا وفي أغاني بتطلع ترند يوم يومين أسبوع وبعدين ما بنسمعش عن الأغنية هي دي بقى التريك اللي في اللاين يعني اللي أنا بقدمه دايما أن الناس ارتباطها جامد جدا بالأغاني اللي بتأثر فيها الأغاني الرومانسية أو الأغاني الدراما أو الشاجن قصة وبتلمس قلبنا وبتتكلم عن حاجة عشناها بالضبط وما تكونش مستهلكة يعني مش دايما بتندرج ناحية تاسبتيني ليه ودمرتيني وخلاص أنا مش شيء لا يعني في تناول مواضيع بيبقى مختلف جدا إنك تشرح مشهد في الاتنين سابوا بعض خلاص نحن عارفين إنهم سابوا بعض بس إيه المشهد اللي سابوا فيه بعض إيه المواقف اللي عدت بيهم إيه المواقف اللي بعد ما سابوا بعض لا فيه ماتيريال كتير في يعني مادة خام فعلا تقدر تعمل منها حاجات كتير فالأغاني دي هي دايما اللي بتعيش كلموها عني بقالها عشرين سنة لحد دلوقتي الزكريات كدابة نفس الكلام كانهم نازلين مبارح الزكريات كدابة دي أنا نسكت هقول لك كده أنا كنت صغيرة أنا أكيد أنا فاكريها يعني لسه عشان إحنا بنسمعها لحد دلوقتي يقلم خليها تعيش إنه إحنا بنسمعها كانها نازلة مبارح آه الكلمة مهمة بقى الكلمة هنا مهمة جدا الكلمة مع اللحن مهمة قوي إنك إزاي تقدر تلحن حاجة أو تاخد لحن إنت أثر فيك زي ما بيأثر في فلان أو فلان من الناس العاديين يعني الدراما يعني هي أحسن حاجة بالنسبة لي من وجهة نظري هي اللي تقدر تعمل للفنان تاريخ محفوظ مكتبة محفوظة مش مكتبة وخلاص يعني طيب إنت قلت إنه إنت بتغني حاجات عشتها أو حاسسها طيب في أغانيك معانة بيبقى عندك رسال معانة بتوجيها من خلال الأغاني لا عشتها لا أنا قلتش عشتها أنا قلت حسسها بس لا طبعا مصحيح تب في أغنية مؤخرا كنت فيها بتبعت رسالها لحد لا أنا خالص ما عنديش أغاني لها رسال خصوصا إنه إحنا لسه بنقول لها ما بلحنش وبكتب فممكن نسأل بقى الملحنين لعندهم رسال طيب إي معهير اختيارك للأغنية كلام لحن يعني بتختار إزاي في المزيكة مختلف عن قبل كده برضو دي هيئة اختلاف الزوء برضو بيخليك أنت تركز قوي إنك تعمل إيه كفنان بس الحقيقة أنا بسمع لحن من حد بعتولي بسمعه كمستمع عادي خالص مش تامر لا يغني ولا حد بسمع أغنية عادية والله وصلتني خلاص يعني أحس إنها توصل للناس فبنفزها وغنيها ما وصلتنيش ما بقدرش إنها كامل طب إنت قلت في الأغنية ما فيش جدعانة ما فيش لأ تامر عشور بقى حسوس كده لا فيه جدعانة والله ما فيش جدعانة مع ناس معينة بس ما هو دي رسالة أنا كنت بقول لك عليها شفت بقى طيب دلوقتي انت شايف إزاي بعد المهرجان ومهرجان العالمين وكل النجاح اللي حاصل في حفلة مهرجان العالمين وانت شايف ده وشفته في عيون الجمهور إزاي الفنان دايما يبقى قادر يوصل للناس بالشكل ده يبقى قادر إنه يبقى متجدد وانت ما شاء الله حفلاتك في الوطن العربي كمان بقى إينا منشوف عليها تفاعل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل انتربيو ناس بتبقى عادة مستنية تامر هيغني إيه وإيه المدلي اللي حيطلع في الانتربيو الحقيقة الحفلات والمهرجان كمان السنة دي هو حماس كبير جدا حصل جوايا إن أنا أقدم مش جديد يعني أتفاعل مع الجمهور بشكل وأختار الأغاني بدقة كبيرة جدا علشان يعني أنا دائما بحب في كل حفلة أو في كل يعني حدث بعمله وبحب إن أنا يبقى ليا فيه زي أي حد اللقطة اللي أنا بحبها يعني فبيحاول عمل ده طول الوقت معاهم والجمهور يعني فعلا لو فيه تفاعل من الجمهور معايا في أي دولة عربية أو في مصر هو برضو بيرجع لمجموعة عمل أنا اشتهلت معايا قوية جدا سأقنوا لحنين أو شعر وموزعين وانصين صوت كمان بيرجع لإدارة كويسة جدا بيرجع لحاجات كتير قوي يعني أن أنت تركز كويس في شغلك بس ما تعملش أي حاجتين يجير شغلك فده تدافع بالنسبة لي يعني طب إيه الجديد بقى لأنه دايما أنت بقى الناس قاعدة مستنية الجديد وعايز تعرف إيه اللي جاي إن شاء الله في أغنية هتنزل كده بعد أربع أيام بس أغنية صيفي يعني بتقلوش صيفي إزاي صيفي بلون تامر عشور فإحنا محتاجين نعرف الصيف عندك أغبره إيه لا بس أنا عايز أقولك على حاجة أغنية خليني في حضنك مثلا أغنية حب جدا ومن أكتر الأغاني اللي نجحت أغنية بيت كبير أغنية حب جدا من أكتر الأغاني اللي نجحت عيشت معك حكايات من أكتر الأغاني اللي نجحت فهو الموضوع في لابس شوية في حتة الحزن هو مش الحزن قوي موجود طبعا الحزن ده لا أقولك حاجة شجن يعني إحنا بنحب الحالة دي لا ما عارب ممكن تكون عندهاش أي حالة من الحزن جواه عايشها بس هي حبة تعيش الحالة بالزبط وهي دي حالتي وأنا بسمع اللحن من اللحن مبقاش متدائي من حاجة خالص بس لو أثر فيها ببقى خلاص عارف إن ده هياكل مع الناس أكتر حاجة يعني أنت كنت رسلت تكرم على أكلموها عني وزكريات كذابة ودي مسيرة كبيرة أكتر حاجة تعمل فخور بيها في المسيرة دي وأكتر حاجة لسه عايز تعملها أكتر حاجة لسه عايز أعملها هو إن أنا يعني ربنا يلهمني إن أنا أقدر إزاي أقدم شكل جديد لأن ده مش سهل اللي هو مساعدة التطوير يعني آه إن أنا أطور في الشكل اللي أنا أقدمه لأنه هو فعلا مش سهل بس أنا أواصق في إنه ممكن يحصل لا بس إنتهي أنت معك دكتوراه في الشكل صح؟ لا لا ما هو المشكلة إن الدكتوراه هتبقى بتتقدم حتى من غير مزيكة ممكن ناس تحبها بس زي ما أنت قلت السوق اختلف الدنيا اختلفت بقى في مزيكة لازم ناس تسمعها فبعدها أنا كمان إحنا هنتطور من المزيكة دي مع الكلمة اللي تقصر يعني وإن شاء الله في الشتاء في بقى لازم نكلمنش عن الأغنية الصيفية أنا عايز أعرف تفاصيل الأغنية الصيفية الجديدة اللي هتنزل خلال أربعة تيام الأغنية الصيفية هي كلمات التمر حسين وألحان محمد غريب وتوزيع تومة هي اسمعها عديت أول مرة والله أولي اسمعها طب ما عايزين نسمع أي حاجة مال هي مش من الأغاني اللي يتقال منها أي حاجة دي لازم تسمح كلها على بعضها دي خلينا ما نحرقش يعني حاجة بسيطة خالص تسخن كده دجناني بيك عدى الخيال افتح كوسن وكتبني معجب حال وحال والنبي فيك ده جمال ولاقي فين خلصت أي كلام يتقال الله الله لا دي شاكلاس في خالص طب انت بوصت فقط طب كل شفاهات كده أخبار كده تامر عشوره والتمثيل انت بتفكر في ايه في التجربة دي لا انا مفكرش في أي حاجة تخص التمثيل تماما انا مركز في اللي انا بعمله في الألحان وفي الأوديو في المزيكة بس مش عايز أي حاجة تاخد يعني انا مقدرتي كده طاقتي كده مقدرش فيه ناس تانية تقدر انا مقدرش واحنا مستمتعين بدا الحقيقة عايزين نكمل كده فعايز عارب بعد الأغنية الصيفية اللي كان دينا الحظ ان احنا ناخد منها كوبلي إكسكليوسيف محضر ايه تاني احنا في الشتا بقى ان شاء الله يعني الموت بتاعنا جاي في شهر 12 كده أو واحد هحاول ان انا عمل يعني مجموعة من الأغاني مع بعض كده في الشتا بقى ده الألبوم الجديد اه الألبوم الجديد ان شاء الله فتقريبا انا خلصت منه 75% يعني شغال فيه على جنب مع السينجلز اللي بتنزل فهو ده دي يعني اكتر حاجة شغال فيها دلوقتي وكم أغنية الألبوم قول لي تفاصيل كده عن الألبوم هو الألبوم الألبوم يعني من 10 إلى 11 أغنية اه وزعت منهم تقريبا خمس أغاني توزيع ونفستهم وفي الباقي كله بقى لسه قائد التنفيذ وانت ملحن حاجة في الألبوم الجديد لا والله لسه لا بقى موضوع انت كده تالت ألبوم بتقولي مش ملحن فيه حاجة والله مش عارف ألاقي حاجة ليه عليها وبعدين ده سبب كمان يقول ان احنا عندنا آآ ملحنين وشعر جمدين فعلا بيسمعوني حاجات خلاص كامل عدد مش عارف على حل نفسي انت قلتين عندك لحنة جديدة لقليسة كمان آآ في لحنة عاملة لقليسة حلو قوي كلمات نادر عبدالله نزل قريب نزل قريب آآ ان شاء الله والألنغام كمان عمل لها لحنة قريب نازل يعني ده صيف ولا شتة آآ هو الأغاني اللي أنا عاملها شتة بس انا ما عارف شوما هنزلوا ايامتي عارف توقيت نزولهم ايه عايزة جميعين اعرف انت بتحضر ازاي ليه يعني عندك مجموعة من المهرجانات ما شاء الله واربع بتحضر ازاي لده لانه اعتقد انه عندك استعدادات معينة علشان تحافظ على صوتك علشان تخرج للناس كل مرة بالحالة اللي بيشوفوها على الستيج وبيتفعلوا معاها بشكل كبير هو اهم حاجة لنك يعني في ايام الحفلات انك تنام كويس تشرب مايك كتير وتهدي نفسك وما تبقاش ستريست باي حاجة آآ ده يوم الحفلة يعني قبل الحفلة لازم يبقى ليك بقى بروفات ولازم يبقى ليك اختيار اغاني وبنرد نختار مع بعض وبنرتب فعلا ترتيب ان الترتيب ده مهم جدا 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 في الحفلة ممكن الجمهور ما يبقاش شي يعرف حاجة زي كده بس ترتيب الاجاني ده مهم جدا لانه ممكن يودي الجمهور في حتا وينيهم وجه فبحاول بقدر الامكان ان انا بس انت النهاردة شفت تفاعل كبير جدا ايه والظرر من اول دقيقة الاخر دقيقة او حاولت ما افصلش حتى بقى غاني تهديهم او يعني انت خليهم يخرجوا طبعا عملنا حاجات اوت اف مود ولازم ده يحصل بس المين كان اعيضت الناس يعني يا تاعم ايه وصح وفي حاجة كمان عايز اقولها دايما الناس بتشوف ان انا اه بعيط وانا بغاني انا عمري في حياتي معيط وانا بغاني انا عندي حساسية وعندي يعني بوقتش استعمل دوق ده ما نكرهاش يعني ايه وصح انا نفسي بسادة والله بعدين بسلو موشن الفيديو ما بحس ان انا مش يعني لا الحياة مش بعيط طبعا احنا بنتأثر يعني زي ما بقولك بالحالة واعتقد انه الشجن برضو اللي في صوتك اصلا بيأثر على اختيار الاغاني وعلى الحالة كلها اه ازي ما قلنا الشجن هو ده الحاجة اللي بتخلي الاغاني تعيش وتعمل لك تاريخ تخليك كل شوية قاعد في مع الجمهور بتقدم حاجة جديدة واستمرارية الاغاني زي خمستاشر او عشرين سنة ده هي دي اهم حاجة من البومنج من انها تعمل بومنج في الاول وبعد كده تختفي يعني الشجن ده اساسي بديك لك على الحفل ناجح في العالمين ده واتشرفنا بوجودك معنا ودايما في نجاح ودايما يعني ترفع اسم مصر في كل المهرجات كمان العالمية شكرا جزيلا الناجم تامر عشور ونورتنا وشرفتنا ومبروك الف مبروك نجاح حفل العالمين تالي بريك